احياكم الله معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن نقوم بمراجعة الباب السادس المتتابعات والمتسلسلات نحظوا السؤال رقم 311 يسأل عن هذه المتتابعة إيش نوعها وإيش أساسها دعنا نفحصها هل هي حسابية يعني تأتي من الزيادة ثلاث كم زدناها زدنا ثلاث ثم ستة زدنا ثلاث التسعة زدنا ثلاث صارت اتناش اتناش زدنا ثلاث صارت خريفا نوعها حسابية لأنها تأتي بالزيادة والأساس حقها هو الرقم اللي بنزيد هذا اللي هو ثلاث الأساس دي يساوي ثلاث إذن نقول حسابية وأساسها ثلاث لحظوا هاي ما تأتي من الزيادة لو رحنا هنا على الأعداد الصحيحة واحد زدنا ثلاث صارت أربعة طب أربعة المزيد ثلاث ما بتصير سبتاش هاي تأتي من الضرب واحد على سبتاش بضربها في أربعة بتصير ربع ضرب أربعة والربع لما نضربه بأربعة الربع لما نضربه بأربعة بيصير واحد والواحد لما نضربه بأربعة بيصير أربعة والأربعة لما نضربها بأربعة بتصير ستاش إذن هذه هندسية وأساسها أربعة اللي تجي مع الضرب هاي هندسية تجي مع الجمع هاي حسابية لاحظوا أمامي متتابعة ممثلة بيانيا نشوف الحد الأول كم صورته الحد الأول ثمنتعاش جاي بعد الستاش ثمنتعاش طيب الحد الثاني كم صورته جاي بين اتناش والستاش يعني أربع عشر طيب الحد الثالث كم صورته بين الثمانية والاثناش يعني عشر الحد الرابع كم صورته اطلع للنقطة بتلاقيها بين الأربعة والثمانية يعني ستة وهكذا إذن هاي المتتابعة الحسابية اللي بتتناقص هي دال يساوي إجابتها هاي والأساس يساوي سالب أربعة لأن كل مرة بضيف سالب أربعة طيب يوفر سعيد 250 ريال شهري فإذا كان معه أول إشي ألف يعني كان معه ألف بعدين زاد عليهم 250 صار ألف 250 بعدين زاد عليهم 250 صار ألف وخمسمية هكذا قصة سعيد يعبر هذا عن متتابعة حسابية حدها الأول ألف صحيح لا أساسها 250 طيب نشوف قصة هاي المتتابعة ثمانية بعدين صارت ستة نقصت اثنين الستة لما تنقص اثنين بتصير أربعة ما بتصير إذن مش حسابية هاي المتتابعة نشوفها هندسية أو لا لاحظوا إنه أنا عشان أخلي الثمانية تصير ستة ثمانية بدي أضربها بايش عشان تصير ستة بضربها بستة عثمانية ستة عثمانية اللي هي ثلاثة عاربعة بتروح الثمانية مع الثمانية بيضل ستة طيب خلينا الستة نضربها بستة عثمانية أو 3x4 134 نفسه 6x8 بيروح على أرى على 2 فيها 2 على 2 فيها 3 3x3 9x2 إذن البادرة صح 9x2 اضربها 3x4 اللي هي 6x8 ما فيه اختصار 9x3 27 2x4 8 إذن صح كل مرة نضرب ب3 على 4 هيعرفنا قصتها المتتابعة الآن ما هو طالب الحد الذي يليه نقول 27 على 8 ضرب 3 على 4 وهذا يساوي 27 20 ضرب 3 81 و 8 ضرب 4 32 إذن 81 على 32 هنا معطيني متتابعة حسابية طبعا هذا A1 الحد الأول وده وده اللي هو الفرق 9 حتى صارت 16 زدنا 6 6 اللي هي تساوي دي لا زدنا 7 9 زاد 7 16 زدنا 7 أوكي زدنا 7 إذن أنا عندي A1 تساوي 9 وعندي D تساوي 7 الأساس ويريد مني ويريد مني A30 كم طبعا في عندي قانون يذكركم فيه بيقول A1 يساوي A1 زاد D في N ناقص 1 هذا قانون الحد النوني الآن بنعوض فيه هذه الأشياء عشان نحسب A30 A1 قيمتها 9 زاد D 7 في N ناقص 1 يعني 30 ناقص 1 نبدأ بالقوس ثم الضرب ثم الجمع 30 ناقص 1 29 29 29 ضرب 7 يساوي 203 زائد 9 يساوي 212 إذن طلع يساوي 212 12 نفس الإشياء تمام معلومات مدخصة العكس هذا السؤال أسهل من اللي يقابه على طول نجي تقول A20 نفس القانون القانون يساوي A1 اللي هي 15 زائد D اللي هي 8 مضروبة 27 ناقص 1 20 ناقص 1 19 19 ضرب 8 زائد 15 يساوي 167 نعم نريد هنا الحد النوني على نفس ذا القانون هاي A1 يبس غير اللون هذي A1 يدي قدي أشياء ترى 12 حتى صار الثلاث ضفت سالب 9 والثلاث حتى صار سالب 6 ضفنا سالب 9 إذن D الأساس سالب 9 و A1 12 يلا يجي هون نقول A1 9 A1 اللي هي 12 زائد سالب 9 في سالب هنا هنا قانون يقول 16 D بدي عرف D 16 ناقص 4 على عدد الأوساط زائد 1 على 1 زائد 1 16 16 ناقص 4 فيها 12 على 2 تطلع D 6 تطلع D قيمتها 6 6 نضح علينا هون هذه D D D تساوي 7 الآن بدنا D قيمتها 6 4 زائد 16 إذن الوسط 10 قلت لكم أنا طريقة لما يكون وسط 1 أما لا تنفع لما يكون وسط 2 لما يكون وسط 1 اجمع وقسم 2 4 زائد 16 20 تقسيم 2 10 لكن هذه الطريقة لنعرف D يلا بالحل الذي بعده عندي عندي هنا 18 أي 8 وعندي بدي وسط حسابي هنا وبيدي هنا كمان وسط حسابي ونختم عند 17 وتصير متتابعة حسابي أحتاج أعرف كم D هنا بدي أعرف قديش D D بتقول القانون 17 18 ناقص 8 الحد الأخير ناقص الحد الأول على عدد الأوساط زائد 1 على 2 زائد 1 أكتب أكتب الكوية D 2 7 الحد الأخير ناقص الحد الأول قسمة عدد الأوساط زائد 1 17 ناقص 8 فيها 9 9 قسمة 3 يساوي 3 الآن أنا عرف D إنها 3 بجي هنا 8 زائد 3 11 11 زائد 3 14 هنا يبين شغلي صح ولا غلط 14 زائد 3 17 إذن العددين هما 11 و 14 مجموعة المتسلسلة معروف إنه ترى عددهم 50 معروف إنه الأعداد الزوجية من 1 لمية عددهم 50 هذه السؤاليات بالقدرات أنا ما بدي نضيع وقت كيف نطلع لكن الآن كوني عارف إنه العدد 50 بطبق القانون اللي يقول المجموع هذا SN يساوي مضروبا في A1 زائد AN هذا قانون يساوي نحسب يعني 50 على 2 مضروبا في A1 2 زائد AN 100 نحسب الأقواس أولا 102 وهنا 50x2 25 فنذهب نضرب بالحاسبة 102 ضرب 25 يطلع 2550 لحظوا هنا معطيني A1 3 ودي الفرق دي تساوي 2 لأن الفرق بين كل عدده الثاني 2 بس مش معطيني AN زي هذا السؤال إذن بدي أستعمل القانون الثاني حق الجميع مش هذا القانون فيه قانون ثاني بيقول SN تساوي 2A1 زائد D في N ناقص 1 بنعوض الآن هنا نفس الحد العام بس لنا 2 وفي N على 2 طيب N على 2 يعني 50 على 2 مضربة فيه 2 في A1 2 في 3 ستة زائد D اللي هي 2 في N ناقص 1 خمسين ناقص 1 تسعة واربين نحسب القوس داخليا بعدين نضرب 25 اللي هي خمسين على اثنين 49 ضرب 2 زائد 6 104 ضرب 25 266 ضرب 26 إذن الآن نحن درسنا قانونيا للمجموعة المتسلسلة الحسابية هذا قانون وهذا قانون هنا هاي المتسلسلة يعني مجموع أول 12 حد من واحد لأن 12 بنعوضهم هون يعني بنعوض الواحد أول شي هنا يطلع عدد بعدين زائد بنعوض الثنين هنا يطلع عدد بعدين زائد بنعوض الثلاث هنا يطلع لأن نصل 12 عوض الثلاث بيطلع عدد فإحنا ليش نستفيد من ذي إننا بنطلع الحد الأول والحد الأخير طيب كيف نطلع الحد الأول كيف نطلع اي وان كنا بنعوض وان هنا أربعة كي يعني أربعة في واحد زائد اثنين وبيطلع أربعة زائد اثنين ست هاي اي وان ست أما اي ان اللي هي اي اتناش بنعوض اتناش اربعة في اتناش زائد واحد أربعة في اتناش ثمانية واربعية زائد واحد يطلع تسعة واربعية تسعة واربعية شو بقي علينا لهذا القانون اللي فوق هات بقي علينا قيمة ان ان تساوي لها قانون الحد العلوي ناقص الحد السفلي زائد واحد يعني اثناش ناقص واحد يطلع اهدعش بعدين في زائد واحد هيك طلع لك ان يطلعوا اتناش عدد فعلا لما نعدهم احنا من واحد لنا اتناش هما اتناش تمام يلا نجي هنا نقول اس ان تساوي ان عثنين في اي وان زائد اي ان بنعوض اتناش عثنين يطلع ستة في اي وان اللي هي ستة زائد تسعة واربعين ستة زائد تسعة واربعين فيها خمسة وخمسين خمسة وخمسين ضرب ستة ثلاثمية نتأكد تسعة واربعين ضرب لا تسعة واربعين زائد ستة خمسة وخمسين خمسة وخمسين ضرب ستة ثلاثمية وثلاثين هنا ما فيه ثلاثمية وثلاثين الغلطنا هنا عوضنا الواحد اربعة زائد اثنين ستة وعوضنا اتناش اربعة في اتناش اربعة واشرين اه زائد اثنين انا قلت زائد واحد غلطنا هون هنا غلطنا زائد اثنين مش زائد واحد فبتطلع خمسين شوف كيف الغلط اذا بيت كيف تريد الرياضية اذا هنا طلعت خمسين انا حسبتها زائد واحد هي زائد اثنين الان نعود هنا صلح نزبط هاي كمان نوريكم انها اثنين يعني اتناش على اثنين في ستة زائد خمسين وبيصفي ستة وخمسين القوس ضرب اتناش على اثنين اللي هي ستة ستة ضرب ستة وخمسين يطلع ستة ضرب خمسين ثلاثمائة وستة ضرب ستة ستة وثلاثين تطلع ثلاثمائة وستة وثلاثين كيف حرقت؟ اكتشفنا الخطأ طيب الآن بدنا نحل اللي بعدها أول شيء بادي بالأربعة ديروا بالكو A1 بدك تعوض أربعة و AN بتعوض ثمنتاش يلا A1 تساوي 6 في أربعة 24 ناقص واحد يساوي 23 AN تساوي 6 في ثمنتاش 108 هذه هي 6-9 ضرب 2 6-9 و 54 ضرب 2 180 ناقص واحد تصير 107 الآن N تساوي حد العلوي 18 18 ناقص الحد السفلي 4 زائد 1 و بصفي 18 ناقص 4 14 زائد 1 15 جهزة للقانون ذا SN تساوي 15 على 2 مضروبة في A1 اللي هو 23 زائد AN اللي هو 107 وتصف هاي 130 على 2 هاي هذول 130 قسمة اثنين فيها 65 65 ضرب 15 آه الصفي 15 راحت اثنين مع 130 ضرب 65 خلينا نظره 65 ضرب 15 حتى لو انت حطيتها بالآلة الحاسبة تطلع 975 70 طبعا في بالآلة مباشرة تقدر انت تستخدم الرموز هذا ولكن احنا بنعلمك فيما لو اجاك مثلا بالتحصيل اجاك بهذا كيف انت تقدر تحل لحظة هنا بده رتبة الحد الاخير بده N بده كم N كم N هو معطيني A N بس يحتاج N نروح نستخدم القانون اي قانون اللي بيقول انه A N تساوي A 1 زاعت D في N ناقص 1 طيب بنعود A N معطيني 188 تساوي A 1 معطيني اياها 4 في N ناقص 1 انا افضل احل المعادلة اظل ازيح اول شيء البعيد عن N بطرح 12 بطرح 12 188 ناقص 12 بتصير 76 176 تساوي 4 في N ناقص 1 في ناس يوزع الاربعة انا بدي اقسم على طول على 4 يصير اقسم على 4 تصفي عندك N ناقص 1 تساوي 176 قسمة 4 فيها 44 بعدين زائد 1 زائد 1 بتصفي عندي N تساوي 5 و 40 اذا قيمة N 5 و 40 قيمة X اللي بتحقق هذا المجموع هو يفضل انك بتروح ايش اتطبقها بتجيء التخمين والتحقق على الالة الحاسبة لانها راح تغلبك شوية الان بدك تقول A N تساوي هذا المقدار 8 X زائد 2 لانه مش معروف وبدك تقول A1 بتساوي 8 ب 5 40 زائد 42 42 وبدك تقول ان العدد يساوي X ناقص 5 زائد 1 يعني بصفه X ناقص 4 وتروح تطبق المعادلة SN اللي هو 10 تساوي N على 2 يعني X ناقص 4 على 2 في A1 اللي هي 42 42 زائد 8 X زائد 2 8 2 1 2 2 1 فهي بتصير 42 و 44 42 و 2 44 قسمة 2 22 8X قسمة 2 تصير 4X يعني بتصير هاي تساو X ناقص 4 مضروبة في قلنا هسه بده دخل النص لأخذه من هاي ودخله هنا هنا 44 2 22 زاد 8X على 2 4X تقدر الآن بتعوض تجرب من ذول مين اللي بيعطيني زي هيك او انك توزع وتفك وتحل المعادلة بالتخمين لو عوضنا 16 بدل X هنا بتطلع هاي يعني على طول لو عوضنا 16 بتطلع هاي تمام على طول او انك بالتخمين من اول عتالي بتصير تحط بدل X وتشوف ايش يطلع معك بالآل الحاسب او انك بتكمل المعادلة هاي بتفكفك الاقواس وبتحلها لكن التخمين له دور مثل هيك الآن الحد اللي وصلنا الآن لقانون جديد اللي هو الحد النوني للمتتابعة ايش الحد النوني للمتتابعة الهندسية ايش القانون ايش القانون الحد النوني للمتتابعة الهندسية قانون جديد يقول لو كانت هندسية ما ينفع الان القديم صارت ان تساوي ايوان مضروة في ار اس ان ناقص واحد ار الاساس هذا هو قانون الحد العام للمتسلسلة الحسابية الهندسية لانا نتاب يساوي يلا لان كم ار اثنين كيف صارت ستة عشر ضربنا بثمانية اذا ار يساوي ثمانية وايوان اثنين فبصير اثنين ضرب ثمانية اس ان ناقص واحد اذا اثنين في ثمانية اس ان ناقص واحد استفيد منه لو بدي يطلع الحد العاشر هنا نوس ضربت بثنين صار واحد ضربت بثنين صار اثنين ضربت بثنين صار اربعة اذا بظل اضرب كل مرة في اثنين تصير ثمانية ضرب اثنين بيصير ستاش ضرب اثنين بتصير اثنين وثلاثين ضرب اثنين بيصير اربعة وستين ضرب اثنين مية وثمانية وعشرين ضرب اثنين ميتين وستة وخمسين هاي طريقة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حد العاشر ميتين وستة وخمسة او اني اطبق عليه القانون انطبق عليه القانون ان تسعو اي وان اللي هو نص ضاد ار اللي هي كل مرة اضرب فيها اللي هي اثنين اس ان ناقص واحد بده الحد العاشر اذا يساوي نص ضرب اثنين اس عشر ناقص واحد اللي هي تسعة ونحسبها بتطلع ميتين وستة وخمسة في هنا الوسط الهندسي كيف نحسبوه في المجموعة المتسلسلة الحسابية والهندسية ويعني في عندي مجموعة كبيرة لسه احنا بعدنا في منتصف الفصل ولذلك سيكون ان شاء الله تسجيل ثانية مع هذا التسجيل تابعونا وان شاء الله هنقصر معكم وتمللكم اياهم ونحللكم منادج الاختبارات هل يكون معنا ان شاء الله